اما هلأ وصلنا لمحطتنا الطبية يا ليا لنروح ونتعرف من خلالها على موضوع بيشغل بال الاهل وخصوصا لأولادهم بمرحلة البلوغ وهو طول وقصر القامة وعلاقة البلوغ بها الموضوع مع الدكتور زياد زودة الاستشاري في غدد الصم والسكر يسعد صباحك والحمد للعب السلامة والسلامة 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 فيك سباح الخير والسلامة والسلامة شتقنا عليك دكتور وانا شتقت لكم دكتور هذا الموضوع نحن اتطرقناه من قبل وهو لأنه كتير مهم وليأنه بهم كل الاهل بالبداية خلينا نقول انه الأم ايمت فيها تعرف انه او تحس انه ابن عنده قصر او عنده نقص بالنمو بأي عمر وشو هي الاجراءات يلي لازم تخيطها لي السؤال كثير حلو، الأم أو الأب بيعرفوا أنه أطفالهم صار من هنا وصغار، يعني من وقت ما بيولدوا المعدل الطول تقريباً حوالي 50 سنتي بنهاية السنة الأولى بيكسب لأنه بالسنة الأول سنة 25 سنتي يعني بيصير طول الطفل 75 بعدين بالسنة الثالثة والرابعة بيكسب 10 10 وبعدين 5 5 سنتي هلأ عم يروحوا هنا عم ياخدوا طفلهم حتى يعطوا لقاحات عن طبيب الأطفال، طبيب الأطفال عم يقسطول الطفل بكل مرة وعم يشوف أنه فيه تأثير على منحيات بيانية موجودة، مع هاته نحن ما بدنا ننتظر لحتى يصير في بلوغه بكرة بيشت طول وهي المسمعة كل يوم بيطولة 18 وهي مشكلة شائعة دكتور يعني أغلب الأهالي يمكن بينطروا لهذه المرحلة لياخدوا أولادهم على الدكتور هي يمكن بتمين من مرحلة كتير بكير يعني من خلال يمكن طول العظم للطفل بيقدر يعرف طبعا هلا مثل ما قالنا نحنا يبين وقت يروحوا حتى على الروضة يبين وقت يروحوا على المدرسة وهنا أطفال أقصر من أقرانهم مشان هيك ما بصير نتأخر نحنا ونقول لحتى يصير في بلوغ أولا شو بيصير؟ إنه الأن بتقول أنا وقت كنت بعمر بنتي كمان كنت أصيرها ووقت صار في بلوغ شديت طول أهم شي هذا المثلاء والصبي نفس الشي الأب يقول نفس الشي بس كنت بعمر ابني كمان كنت أصيره وشديت وبعدين ما بيشدو وبيجوا بعدين على العيادة بيكون فاتنا القطار ومنقول إنه شو بنساوي دكتور أنا مستعد تحط يلي ما عندي مشكلة دكتور بالمصاري بس حلل لي القصة بس بيكون ما عد فينا نحل لأنه ما في شي اسمه للستعاش وهبت للستعاش وهبت للتمنتعاش إذا بنا نوجه رسالة عبر الإخبارية دائما بعد البلوغ بالسنة ونص بيسكر العظم وفي عنا عم يصير هلأ بلوغ باكر كتير باكر كتير أبكر وأبكر أبكر وأبكر بسبب النمط الحياة والأكل والفاست فود وكتير إحنا صح حياتنا دكتور خلينا نحكي إذا لحقنا للطفل وشيكنا عليه مع الدكتور إنه عنده قصر بيبي الطول أو عنده يمكن قلة بلوغ أو طول أو نمو خلينا نحكي هون توجهوا لعند الدكتور المختص هون شو هي الإجراءات يلي بياخدوها أول شغلة في تحليل كتير مهم ودايما عبر مساحتنا الطبية لمنكررها معكم هي نعمل تي اس اتش حتى نتحرع عن عمل الغدة الدرقية بأي عمر حاضر بأي عمر حتى كلمة يعني عند الولادة لازم بالأسبوع الأول من الولادة نعمل تي اس اتش حتى نتحرع عن عمل الغدة الدرقية لأنه إذا كان في خلل بإفراز الغدة الدرقية راح طفلنا من هو وصغير يصير عندهم مشاكل مو بس بالطول بالزكة وبالتطور والروحي الحركي وهي حالة منشوفها بشكل متكرر وإذا نحن ما طلبنا نعمل تي اس اتش لولادنا ما رح يقلولنا بالمستشفى لأن مع أنه هذا التحليل روتيني بكل بلدان العالم ببلادنا نحن لنطلبه كتير مهم نعمله هلأ عملنا تي اس اتش وطلع طبيعي وصار نحن عم نلاحظ أنه طفلنا وطفلتنا في عندهم تأثير بطوله لازم نراجع طبيب الغدد باكرا ما أمكن ومنعمل تحليل ومنعمل منشوف نحن لأنه في كتير أمور بتلعب دور هلأ هرمون النمو هرمون بينفرز من الجزء الأمامي من الغدة النخامية ومثل ما اسمه هرمون النمو غراوس هرمون هو مسؤول عنه طول وبيساعدنا إذا كان في نقص بإفرازه بس هرمون النمو مثلا بينفرز بالليل نمط حياتنا بلعب دور كتير كبير إذا أطفالنا عم يسهروا لساعة 12 وحدة وعم يناموا ساعات قليلة مع أنت ما عندهم إفراز لهرمون النمو بشكل صحيح شكل صحيح هو من أي ساعة لأي ساعة لازم بينفرز الهرمون هلأ بينفرز بالليل يعني من بعد العشرة الطفل ما لازم يسهر بعد العشرة يعني هاي عشر رائدة عش كتيرت وإلو زروة بحوالي ساعة 2-3 بالليل إحنا هرمونات الجسم كلها ما في إلى إفراز ثابت تطلع وبتنزل بس هرمون النمو أكتر شي إفرازه إذا كان في خلل بهرمون النمو عند الأطفال هون الأهل شو لازم يعملوا إذا فينا نقول هلأ هو حتى نتحرى نور عن عمل الغدد راقية بدون نراجعه يعني نحن ما عمنا نروح على المخبار نعمل تحليل هرمون النمو لأن هرمون النمو مثل ما أنا إفرازه غير يختلف يعني مثل بيطلع وبينزل نعمل نحن هلأ شي منسميه الـ IGF-1 اللي هو مستقلب لهرمون النمو وعلى ضوءه منشوف إذا في عنا نقص بالـ IGF-1 منعطي هرمون النمو كنا من الأول نعمل تحليل كل نص ساعة لهرمون النمو يعني بوضع الراحة ومنحرد هرمون النمو نشوف كل نص ساعة أول شي مكلف ماديا وتاني شي مرهق للطفل أنه كل نص ساعة بنسحب دم كل نص ساعة بنعمل أربعة تحليل على المقلي وخاصة بأن نحن عم نمر في يعني بدنا نكلف الأهل كلفة إضافية وراح يكون مرهق للطفل الـ IGF-1 عم يعوضنا إذا كان في نقص بإفرازه بنعتمد عليه وخاصة إذا كان طفلنا أو طفلتنا بالمنحيات البيانية أقل من أقرانهم طولهم معنى أننا صار في عنا يعني العام إذا الفحص السريري عند الدكتور الغداد بيّلنا أنه فيه تأثير بدنا ندور على السبب على إذا فيه سوق امتصاص في كثير من نشوفه عند أطفالنا سوق امتصاص بيكونوا على الأمح ومشتقاته على المعكارونا يمكننا نلاحظ هذا الجيل بشكل عام دكتور في عنده مشكلة بالطول يعني كلما بنحس أنه فيه جيل جديد اللي عم تحس أنه فعلا فيه قصر بالقام ببلادنا نور ببلادنا نحن نعام يعني عم نتخاجأ كله الحالية عم تكون أطول من الأهل نحن بيّلين شو عنا عنا وشي زواج أقارب يعني إذا واحد ما نو طويل وزوج بنت عموية لي ما نو طويلة بدا يطلع ابنه ما نو طويلة أو بنته ما نو طويلة كثير يعني نحن كمامنا نوجه نصيحة أنه بعده عن زواج الأقارب زواج الأقارب بيكتر يعني إذا فيه عندنا مشكلة معينة صحية بيزيد الخلل بيزيد الخلل أكتر كثير مهمة الشغلة تعني نمط حياتنا كل ما نوع بيكون سيئ أكتر وأكتر صحيح دكتور ابني ما بيأكل بس بيكون حامل كيس شيبس بيدو أنية كولا إذا أنا إذا أخذتهم ما رح أكل يعطينا أول شي مواد أسوأ من هيك ما فيه بتزود الوزن تعمل إضطرابات هرمونية وبالتالي وما بتخلي أكل الأكلات المغزية ما رح يطول صحيح طيب دكتور فيه سؤال يعني هكي عم نشوفه عم نشوف هاي الظاهرة كتير من تشري بمجتمعنا أنه مثلا أنا بنتي عمرة 12 سنة والله قال وفيه دكتور بيعطي عبار هاي العبار تخليها تطول لأنه أنا وأبوه ما كتير طوال يعني هيدا الشي صح ولا لا وفيه هيك شي يعني فيه عبار بتخلي الطفل بعمر محدد أنه يكون أطول من من حجمه العادي أو من وراث أو من وراثة أهله طبعا حتى لو العامل الوراثي بلعب دور مهم بس نحنا هرمون النمو اللي عم نحكي عليه يعطى وحتى خلينا نقول معلومة 80% من أطاق هرمون النمو عالميا لأطفال هرمون النمو عندهم طبيعي ومع هيك بيساعدهم معنه نحنا ودرسنا وكل الدراسات بتقول لازم بقى إلا إذا كان في عنا نقص بهرمون النمو بس إعطاءه عم يساعدنا بس مو معناتا نحنا عم نقول عبر مساحتنا الطبية روحوا له عند الصيدلي واخدوا هرمون النمو دا يكون دائما تحت إشراف طبي ودكتور الغدد حصرا هو المسؤول عن إعطاء هرمون النمو وبجرعات معينة حسب وزن الطفل وعمر الطفل هاي كتير معلومة مهمة وبننا نعمل تحاليل معينة وبنتحرى نعمل استخصاءات إذا في عنا أي مشكلة صحية إذا ما عالجناها هرمون النمو ما رح يحل القصة مثل ما قلنا إذا في عنا سوق امتصاص بدنا نبعد عن كل في شيء في قلبو جلوتين بدنا نبعد عن الطحين ومشتقاته والمعكرون والحبوب ونعطي مشتقات تانية مثل الدرة مثل خفز الدرة تماما إذا عنا سكري عند الأطفال بدنا نعطيهم الإنسولينات الحديثة ونزبط لون السكر الدكتور قال ما بيزبط سكر عند ابني شو ما عطيته عم بيأخد إنسولين وما عم بيزبط الحكي ما عنا منطقي لأن إحنا أجيال حديثة من الإنسولين موجودة من أكتر من 20 سنة بالعالم وعم نزبط السكر معتا بدنا نشوف طبيب الغداد لحتي يزبط لنا السكر إذا عنده أي خلل بدنا نصلحه وقت نصلح الخلال تزبط الأمور وفيه احتمال نعطي كمان المداعمات الغذائية الفيتامين دي كتير مهم الكالسيوم كتير مهم الماغنيزيوم كتير مهم الزنك يعني المعادن مهمة موجودة بمتنمات الغذائية بس موجودة بالأكل بدنا نختار نوع الطعام المناسب هذا اللي بدي أسألك عنه دكتور يمكن نذكرنا كتير بحلقات سابقة أهمية النظام الغذائي اليوم بين مو الأطفال بدنا نرجع نذكر قدش فعلاً مهم اليوم النظام الغذائي متل ما قلت يمكن للوجبات السريعة هي بسبب النمط الحياة اللي عم نعيشها والشغل اللي كتير عند الأهل قدش فعلاً هي عامل مؤثر يعني البيئة مؤثرة المحيط مؤثر النظام الغذائي مؤثر بشكل عام أسألك كتير نور نحن الستايل أوف لايف مهمة كتير على كل شي بجسمنا وكل ما مثل ما قلنا أطفالنا عم يعكلوا هلا أكلات جاهزة أكتر فيها سعرات حرورية أكتر فيها شي بيغزي بفيد أقل الأجبان هاي اللي بتندهن يلي مدورة ومربعة يلي بالصيف بيعز الصيف ما بتدبراد مليانة موات حافظة المعلبات دبح حلال ولا دبح حرام كله المعلبات أسوأ من هيك ما فيه نعمل دعايات نحنا بكل الراديوات وبكل التلفزيونات إنه المرتديلات وهي أسوأ شي بالدنيا أسوأ أنواع اللحمة منحطة بالمعلبات اللي بدون يزعلي بس هي الحقيقة تسمعي كل الراديوات تبعنا مرتديل لحلال ودبح حلال وكله لا كله لحمة تازة حتى قد ما منقدر نبعد عن كل شي معلّب قد ما منقدر نبعد عن كل شي فيه شي مصنع كله بدي يكون ما بدنا خضار وفواكي غير موسمية كلها هي فيها الغذاء المناسب وبالتالي كمان ما بدنا نعمل نشاط فيزيائي يومي ما من نظل قاعدين قدام التلفزيون قدام موبايلاتنا قدام شاشات الكمبيوتر بدنا نتحرك هاي الأمور كلها مهمة بالاسترنت ما دل شي 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 يا كله فيه كثير شغلات يا كله الجوز ني اللوز ني خليه خلينا نسونا لطبخولكم التفاح الموز آ في كثير شغلات بنقدر ناكلها من وعتما في ناخد فاك يعني أطفالنا يروحوا على المدرسة بدون وجبة الفطور أهم وجبة بالنهار عند الكل حتى اللي عنده زيادة وزن هو وجبة الفطور ما نروح على شغلنا أو على مدرستنا أو على عملنا بدون ما نفطر اللي وعلى وجبة وحيدة بيسمن أكتر من اللي بياكل عدة وجبات نعم دكتور طب خلينا نروح للطفل اللي هو صار بمرحلة أنه خلاص وقف نمو العظام عنده وعنده مشكلة وعنده قصر هون شو هي الإجراءات وشو هي الاستطبابات ويمكن شوية ذكرت أنه بقى بدفع شو ما كان بس المهم أنه ابني كون صح وطوله صح هون شو لازم يتصرف الدكتورة والأهل أيضا ليا في مساعدة ولا لا نحنا من كل مفصل من المفاصل في عنا غضروف والغضروف بيعطي عدم لجاهتي المفصل ويظل بيعطي من وقت الولادة لبعد البلوغ في السنة ونص هلأ إذا سكر العظم بشكل كامل جاني مبارح شاب رايح لعند حدان عم يعمل له زبزبات ما بعرف بأدنين مشى أن يطول والأهل صنع لهم أشهر عم يروحوا لعنده قالوا عم يطول بقى وبدو يفرجيني هو على الزبزبات جاهبني ورقة وهي تلو حط بجيبتك هاي الورقة قال الدكتور عليه عجق كتير هذا الشخص لو عم نسمع على قصص كتير يعني مو بس هاي عم نسمع قصص كتير بعدين إذا ما تمطنا حالنا يا هلتورة منطول إذا ما تمطنا إذا حطينا هاي الحديدة وتعمشأنا عليها منطول هلا هي رياضة إذا اللعبنا سلة منطول ليش السلة بحد ذاتها أو العمشقة بتطول أكتر لأنه البلعبوا سليني أطول من غيرهم بس السلة ما بتطول أكتر بس ما مع يعني كل أنواع رياضات منيحة بس إذا سكر العظم ليه إذا سكر العظم نور إذا سكر العظم كلمين عم يشوفنا على الإخبارية ما بقى في حل ما بقى في حل أبدا هلا في عم يعملوا شي ببرة عم نعمل كسر نحنا عند الأقزام عم نعمل كسر وعم نعم بعد العظم من الجهتين مش هنشكل عظم من جديد بس عند الأقزام لأنه نحنا تصوروا أنه نعمل كسر للشب أو للصبية لحتى نطولها بس فعليا قديش فعاليتها صحيحة لأ عند الأقزام عم بتصير لأنه عم نسمع عنا كثير بنسبة كبيرة لأنه لو كان ابني أو بنتي ما بتعرضوا لهذا الوجع إنه نحنا رح يتير في عنا نقطة ضعف مدى الحياة يعني نحنا نلحق الأمور قبل ما نكسر العظم في كثير شغلات ممكن سهوية بس بعدين الدرب اللي ضرب ضرب والي هرب هرب ما بدنا نوصل لمرحلة نقول يا ريت نعم دكتور خلينا شوية نوعي الأهل غير الوراثة وغير التغذية الخاطئة شو هنن أهم الأسباب يلي بيخلوا هيرمون النمو بطيء بأول النمو بيخلي هيرمون النمو بطيء وبيخلي ما كثير يتفاعل أو ينمى ليا عن جد سؤالي كثير حلو نحنا قد ما عم نقدر بنا نحاول نوصل المعلومة للمشاهد نحنا في كل خلية من خلايا جسمنا في إلى مفاتيح مو مفتاح واحد وهالمفاتيح هي مستقبلات تستقبل الهرمونات وتستقبل المعادن وتستقبل الفيتامينات قد ما أخذنا فيتامينات إذا هالمستقبلات ما كانت بوضع يستقبل صحيح ما رح نستفد شو يعني؟ يعني بدنا نرجع نقول مرة تانية بعبارة أخرى كلما كان نمط حياتنا صحي أكتر كلما استفدنا أكتر معناتها كلما أكلنا أكلات مغزية أكتر نعني لهم بالكونترول أنه في كتير أكلات مغزية وملادنا مليانة أكلات تبولة طبق رئيسي عنا المجدرة العدس يلي موجود بالمجدرة غني بالحديد غني نحن الأطباق التقليدية القزيمة يعني الأمح المجدرة اللي كانوا أهل القدامة يمكن يستهلكوا بشكل كبير يعني دائماً منشوف بالضيع بتكون تختلف النسبة والتناسب عن أهل المدينة تكون أقل مرضه بسبب الغذاء نحن بنحاوي نقرب قد ما نقدر من الطبيعة طبيعة كتير حلوة قد ما قربنا مننا قد ما أسمعنا موسيقى حلوة مثلاً الموسيقى وهتنسمع الموسيقى المستقبلات طبعنا بالخلايا تتغير أساساً تتفوت المعادن والبيتامينات بشكل أفضل وهتنعمل رياضة كمان نفس الشي وهتنطلع هيك نتشمس بلادنا فيها تقصة بشكل عام معتدل هي كتير بعدين طعمة الفواكي والخضرة ببلادنا كتير طيبة ما بيعرفها غير البسافر كتير ويشوف بره قديش مو طيبة عندهم الفواكي والخضرة وقديش بلادنا فيها شغلات حلوة غنية جبن حلاك نحن نمو شايفينها معت مغمضين معميش قديش فعلاً يمكن الخضرة والفواكي الصحية تلعب دور كتير كبير بنظامنا الغزائي وقديش فعلاً فينا نعطي يمكن أولادنا فيتامينات داعمة يعني هذا الشيء كمان أساسي بعدين نور في الشغلة ويا لي دائماً الأهل هن أسادة الولاد يعني الطفل والطفلة بيتعلم من أبوه من أمه ومن معلمته أو من أستاذه صحيح يعني نحن بدنا نكون قضوة تمام؟ بدنا نأكل خضرة والفواكي وبدنا نأكل فاكية أول شغلة مساوية وقتنا فيه من النوم نأكل فاكية تفاحة أو موزة أول ما نفيه من النوم بنعمل رياضة تفتح شهيتنا بنعمل فطور وفطور بيكون منوع بعدين تب يبدأ نهارنا هيكي حلو مع موسيقى حلوة نعم يعني دكتور خلينا كمان نحكي عن العادات الصحيحة للأطفال يلي هنبيعانوا من مشكلة النمو أو قصيري القامة أديش مهم كمان الرياضة خلينا نحكي عن جانب الرياضي يعني من شوي ذكرت عدة رياضات بس خلينا نشرح الرياضة أدي هي بتساعد الدكتور وبتساعد الطفل حتى ينمى أسرع وأحسن ريا ليا الرياضة جزء كثير كثير مهم ومثل ما أنها بتحفز حتى إفراز الهرمونات بتخلي المستقبلات تستقبل البيتامينات والمعادن تفوت على بالخلايا ونستفاد منها لو عملنا ربع ساعة رياضة بالبيت صباحية كثير مهمة الدكتور ما عنده وقت ابني ما عنده وقت بنتي نوع بين مادة ومادة نعمل هيك خمس دقائق ونجمعون خمسة بخمسة بخمسة بيطلعوا بيفيدونه كثير رياضة كثير مهمة رياضات كلها منيحة بدون استثناء ما عدا حمد الأسقال لأنه تضغط العظم وشغلة الثانية أنا بشوفها أطفالنا اللي بيروحوا بأمار صغيرة وصغيرة بيحملوا الشناتي على ظهرهم يلي ما خليهن كتاب محاطينه بيحاطينه بهال كارتاب الشنطة الحقيبة المدرسية هاي ما منيحة يعني نحنا إذا في مجال نوجهه كمان رسالة للمزارة التربية لأنه يحطوا الكتب بالمدرسة وصيروا ياخدوا كيف دون يدرسوا بالبن؟ هلأ ياخدوا المادة لديهم يعني ما عندهم ما عقولي ياخدوا كل الكتب دون يدرسوه بفرد النهار ما شاء الله المنهاج دكاترا بس بدنا نحاول ما نحمل أطفالنا أو هاي اللي بتنجر جر الكارتاب اللي بتنجر حتى ما نحمل بزء كبير من الكتب أكيد بيأثر على طول الأطفال بننتشكرك يمكن الحديث يطول عن أهمية العناية بأطفالنا اليوم مع الظروف اللي عم نعيش بننتشكرك على وجودك معنا الدكتور زياد زودي أخذ صائي في غوضة أصوم وسكري على وجودك معنا وعالمعلومات اللي قدمت لنا إياها لليوم شكرا نور شكرا ليا شكرا لإخبارية شكرا دائما يمكن بتنورنا بيأة الأفكار أنا دائما بحس أنه الوقت خلاص بقى بيجوا بالكونترول بقى بيجوا بالكونترول لا والله صلنا منيح ما صلنا يمضى الوقت الكونترول لأنه لأنه ما هيك ما هيشارات بت أعم شا هيك خلاصوننا بسرعة دكتور ما نشوفك أكيد بحلقات جاية